زي ما الكل بيعرف أن المصابين بكورونا اللي ما عندهم أعراض أو أعراض خفيفة بيعزلوا أنفسهم في البيت وطبعاً هذا الإشي بتطلب التزام كبير من المصابين وأهل المصابين كيف يتعاملوا مع بعض خاصة إذا كان في حدا في البيت من الفئات الأكثر اختطار وهونا امطرح سؤال شو دور الحكومة أو وزارة الصحة مع اللي معزولين في البيت وكيف رح يتأكدوا أن هم ملتزمين الآن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تبحث عن بعض التطبيقات أنه كل ساعة يصور حاله ضمن تطبيق ذكي كيف دعرفه طيب هو جعل؟ يعني بصور حاله واللوكيشن آه اللوكيشن بيحزي آه أوه فكرة إبداعية أخرى مين؟ مين صاحب هاي الفكرة؟ لازم أشوفه بس أعرف من وين طلعت معاها هاي الفكرة يعني من وين بالزبط؟ أستاذ معاد لا تقول لي أنه أنت أستاذ معاد أنا لا 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 أدري لا أنا 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 الشاب الطموح الواعد المليء بالأفكار المفعن بالحياة لا الواعد الطموح كنت أتبرك ما شاء الله عليك ما شاء الله لا بدأ أضمك معانا لنقروب احنا مروم من الشباب الطموحينَ الس source المفهومين بالحياة melik in5 ماشاً الله عليكم تنظر؟ tailor ان شاء الله بس أرى ان شاء الله آه اشوفشو شروط الانضمام هاي إنتي بتقول لي فقد لثم هاي الفكرة؟ نعم كيف أقنعتهم بهاي الفكرة أستاذ معاذ يعني وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال تواصلوا معي بادي ما شافوا أفكاري عندك هون في البرنامج الأفكار اللي حكيتها هون اه تشويش نعم يعني أنا جزء من هذا الانجاز أستاذ انت الحفرة اللي بنين عليها لأساس إن شاء الله الحفرة اللي فياته أشكرك نيابة عن كل الشباب الأردنيين الوائدين الطموحين المليئين بالأفكار المفاهمين بالحياة اللي بلعبوا هند آخر الليل ما بعض بلعبوا إيش هند ها من شكله من شروط الانتساب آه طبعا طيب أنا بدي أستغل وجودك هذا التطبيق يعني شو هو كيف يعني شو رح يشتغل شو اسمه يا سيدي سهل التطبيق اسمه وين أنت؟ صور حالك يلا ابعدتنا نشوف ها اسم التطبيق ها اسم التطبيق هيك أوكي سهل سهل إن شاء الله ما عليك إلا تصور حالك وتبعتني آه بس أنت بدك تصور حالك في البيت عشان نكون بس واضحين نه نكون لابسين بجماد شبهات فهل التطبيق آمن يعني أستاذ معاذ تطبيقي أنا وين أنت صور حالك يلا ابعدتنا نشوف ما لك ما بتردش يزم شو فيه ما لك آه في حد أبعد لك لا أستاذ اسم التطبيق هيك آه التطبيق آه زاد أسأل لأنه زاد شوي لأنه أستاذ معاذ إحنا تطبيقنا متطور متطور كل ربع ساعة بنعمله أبدأ ما شاء الله آه كمي بحافظ على الخصوصية تمام حلو فما حدا يخاف آه بس يعني إحنا بعد إذنك سمعنا كثير عن تطبيقات ونزلوها ويستخدموها وطلع ضررها أكثر من فايتها يعني أنت تطبيقك شو رح يفرق يعني شو رح يعمل شو رح يكون شغلو يعني شو رح يسوي إحنا كشباب جروب كامل للشباب اللي واعدين الطموحين المليئين بالأفكار مفعامين بالحياة اللي منلعب هند آخر الليل اللي بعدين مصر بنسأل شو بنا نوكل يا أخوان شو بنا نوكل سعجية يعني آه يعني هاي مشكلة هاي مشكلة عويزة أكبر من مشكلة إحنا تطبيقنا إن شاء الله يعني ما رح يكون آآ يعني بيختلف عن غيره شو ما يعني ما رح يختلف تطبيق مختلفش عن غيره لا يعني يعني إن شاء الله بس إحنا كتطبيق تاعنا أوكي وين انت صور حالك يلا يبعت يا زم شو ما لك مش قادر تنفذ شو فيه سمي ابعت وينك تحكي مع عادل أستاذ لا أستاذ مواذ التطبيق تاعنا ما نحكيت لك أبدات أستاذ مواذ إحنا التطبيق تاعنا شابكينه على السحب الرقمية والله على السحب الرقمية كله كله سحب رقمية ما بعرف أنت في قناة رؤية صحيح يعني لو تسألنا زميلتك إنجود القاسم يعني شو وضع السحب الرقمية يعني فيه شتاء ما فيه شتاء يعني يا حبيبية السحب الرقمية بتشتي زي العادية يعني ما بعرف يسألها يمكن يتجاوض ما بعرف صح يمكن الجواب يكون عندنا إنجود آه طيب إيش شو السحب أستاذ معاذ أنا حاب أنك تدعمنا إحنا كشباب أردني واحد طموح مفعن بالحياة مليئ بالأفكار بنلعب هند آخر الليل مش عارفين شو بدنا نوكل بنظلنا نسأل بعض شو توكل يا زمي مالك شو في معاها آآ بنا ندعم بنا نرفع اسم الأردن عاليا يعني أنا أنا تطبيقي هسا اللي أنا عامله وين أنت زمي وينك صور حالك ابعث يلا تنشوف يا زمي شو فيه مالك زمي مالك بتردش يا زمي ابعت شو خايف يعني والسورك عندي لا أستاذ معاد لا ده تطور اسم التطبيق خارج إذا هيك ودنيا عايك عالسحب بالشي هذا راح يولع عظم سحب رقمية أبديت 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 آآ يعني إدعمنا أستاذ معاد بعدين هسا في حكومة جديدة يعني أنا أنا كشاب واعد أردني طموح آآ أكمل هنا أنا لا ما فيش داعي آآ وتطبيقاتي صارت معروفيا عندي إردف صح هذا من عنده وعندي عجلتي مظبوط عنده وعندي هسا آخر تطبيق واني انت صور حالك يلا ابعت تاني شوف إذا مالك تتنفس شوفي إذا مليش بتردش بيكون صاروا معك إشي إذا مبعتلنا شوفي مالك إذا مبعت إبعت أقول لك خلص ما تبعتش آآ خلص ما تبعتش اعمل بلوك ازعيات من التطبيق لا أستعى اسم التطبيق ما حكيها لك شافكينو والله يا برابا ادعمنا شكراً إليك ماشي خايد دعمو اشبكوا معا على تطبيق صور حالك وينك خلينا نشوف ابعث مالك رد علي تنفس مالك شايفك أونلاين لا لا تطلع ابعث بدون فلاتر وديلي اياه فيه كمان اسمها إشي تاني ولا لسه ما صح شكراً الحمد لله الحمد لله تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة